بعد لما عرفت بقى اني في عندي مجموعة data types زي integer double flute والcar string وخلافه. فاندر نتكلم دلوقتي على كونسب جديد اهلا وهو ال data type conversion. ودي معناها ايه? ان انت عايز تعمل عملية تحويل من data type الى data type ثاني. وليكن مسلا عايز تحول من ال integer لل double او من ال double الانتجر. او من ال double للcar او من ال integer للcar او من string الانتجر. وخلافه. والتحويل بالنسباني هو نوعين اتنين نوع بنسميه implicit ونوع بنسميه explicit وimplicit معناها ضمني وضمني يعني الكمبيلر هو اللي بيعمل عملية التحويل بشكل ضمني محبة كده من عينه والexplicit معناها تحويل صريح يعني الكمبيلر بيقولك انا مليش دعو بالتحويل ده لو انت عايز تعمله اكتب الكلام ده بشكل صريح عشان انا انفزلك رغبطة ده والimplicit بالنسبان الشكل الضمني الكمبيلر بيعمله احنا شفناه قبل كده في اكتر من فكرة ده مثلا البوليان البوليان عندي هو بيخزن صفر او واحد اللي هي الترو الفرص بس احنا كمان زودنا عليها جزئية صغيرة الا وهي اي رقم تاني غير الصفر من الشرط الواحد اي رقم تاني موجب او سالب بالنسباني بيعتبر اكل واحد بالضبط الحالة الترو خلا ما تعمل حاجة بالشكل اللي قدامك ده وقوله بوليان بي بي ساوي عشرة كده البي بقى فيها عشرة هي مفيش فيها عشرة البي بالنسبالي هي فيها الواحد فاكنه هو بص على القيمة اللي هنا دي وشايف ان هي مش صفر فحولها اوتوماتيك للحالة الترو والحالة الترو بالنسبالي اللي هي اسمها واحد ولكن العشرة كعشرة هي رقم انتجر ولكن اللي حصل ان في تشويل ضمني تم الكمبيلر عمله من عنده محبة حولي العشرة دي للشكل البوليان بتاع الواحد وبناءا عليه لما تيجي تطيع على قيمة البي ومش هيطبع عشرة هيطبع الواحد اللي هي و تمثل الترو في مفس الوقت لما تيجوا تقول لotte طب هي السايز اوف العشرة اللي هي الانتجر بقى دي السايز بتاعها كان فالسايز اوف العشرة لانها من نوع انتجر هي ربعة بايت طب Đi البي بالنسبالي ملهاش اي علاقة خالص بالعشرة خلاص العشرة دي كانت مرحلة ما تحدي منها التحويل بتاع الواحد بتاع البوليان والبوليان ده بيتخزن في واحد بايت فأصبح إن الـ size بتاع الـ B بالنسبة لك هو واحد بايت فقط لا غير مناعاً علينا لما تيجي تعمل تنفيذ هتلاقي نفس الكلام اللي احنا قلناه هو اللي ظهر قدامك بالشكل قدي الـ B قمتها بلساة واحد البولية والـ size بتاع الـ B واحد بايت لكن الـ size بتاع العشرة كان أربعة بايت وده شكل من أشكال الـ implicit testing أو implicit conversion اللي بيتم يعني التحويل بشكل ضمني اللي الـ compiler بيعمل لك من عنده بشكل محبة كده مثال تاني واحنا أخذناها قبل كده برضه لو أنا عندي متغير من نوع double اسمه دي وشايل فيه عشرة ونصف بالشكل اللي قدامك ده ثم عربت متغير integer x والـ x دي شايلة قيمة الـ B لكنها شايلة لعشرة ونصف وده أخذناها قبل كده لما تيجي تقول الـ compiler خزن العشرة ونصف دي في متغير من نوع integer اللي بيحصل لكنه بيقول إن الكسور بالنسبة لي ملهاش أي لازمة والـ integer ده size بتاعه بيساوي أربعة بايت فده الشكل اللي تم قدامك والشكل أو الحكاية اللي احنا وناها دي برضه هي نوع من أنواع الكاستنج اللي احنا بنسميه برضه l-implicit casting بشكل ضمي وبونال عليه لما جا أقول قيمة الـ x هتساوي كام أكيد هيتبع لك الجزء الـ integer بس اللي هي العشرة وبونال عليه لما تيجي تعمل تنفيذ للكلام ده فتلاقي إن قيمة الـ x بتاعتك هي بعشرة فقط لغير والـ x دي كانت من نوع أو من الـ size أربعة بايت ولكن العشرة رص هي دي اللي كانت من الـ size بتاع الـ 8 بايت لأنها دبل ولكن هل في ضمانة بتقول عشان أحول من الـ double للإنتجر فدايماً التحويل هيتم بشكل صح الإجابة لأ في حالات ممكن ما يتمش فيها بشكل صح إمتى الكلام ده لو كانت الـ double تم تغير هو شاي القيمة أكبر من اللي الـ integer ممكن يستحمله بمعنى الـ double بالنسبة لي أصلاً بيتخزن في 8 بايت والإنتجر بالنسبة لي بتخزن في 4 بايت والإنتجر ده الليميت بتاعه في الشكل ده هو من سلب بـ 2 مليار لحد الـ 2 مليار ولفرض أن الـ double كان فيه رقم كبير جداً بيساوي 6 مليار بالشكل اللي قدامك ده فلما تيجي تعمل عملية التحويل إيه اللي هيحصل دلوقتي؟ هل هو هيقدر يعمل عملية الـ casting لرقم الكبير ده ويحطه في رقم الصغير؟ الإجابة زي ما قلنا مش هيقدر يعمل حاجة زي كده وبناءاً عليه أحياناً الـ casting اللي من النوع ده لما أنت بتجي تحول من حاجة كبيرة لحاجة صغيرة بيحصل فقد في البيانات بالشكل اللي قدامك ده في مثل double بالنسبة لي كانت كبيرة جداً أكبر من الإنتجر ممكن يستحمله فبناءاً عليه الـ casting لما ديه تم ما قدرش ياخد الرقم بالكامل فحصل arithmetic overflow بالشكل اللي قدامك ده اللي احنا بنسميه فقد في البيانات أثناء عملية التحويل وبناءاً عليه إنت دلوقتي شايف في الـ C++ إن هو ما اعترضش وقال لك خلاص أنا هحول عادي جداً ولكن التحويل وقعه في مشكلة الجزئية بقى دي مهمة جداً لإن في لغات برمجة تانية كتير لما تيجي تعمل الشكل ده من التحويل بشكل ضمني فهتلاقي إن الـ compiler أو إن البرنامج مش هيحصل له عملية run ويقول لك هنا syntax error أو هيجيب لك error في السطر اللي قدامك ده إيش معنى؟ لإنه إنت هنا عايز تحول مش حاجة كبيرة لش حاجة صغيرة وأغلب لغات البرمجة بتمنع عملية التحويل اللي ممنوع ده لإن جارة العادة إن أغلب لغات البرمجة بتفضل تعمل عملية التحويل الضمني للحاجات المضمونة فقط لغير وإيه المضمون؟ المضمون إن أنت تحول من الصغير للكبير فلو إنت بتعمل التحويل ده حاجة صغيرة لحاجة كبيرة فأنا مش هخاف لإن الصغير هو حجمه كعدد بيتس صغير والكبير حجمه كعدد بيتس كبير فالصغير ينفع يتفط جوال كبير بشكل عادي جدا أما العكس ده بالنسبة لها مخاطرة كبيرة فأغلب لغات البرمجة بقى مش بتحب تخاطر المخاطرة ده ولما انت تيجي تعمل سطر تحويل بالشكل اللي قدامك ده هيقول لك سينتاكس إيرو مش هعرف عاملك الكلام ده انت لو عايز تعمل التحويل اكتبه بقى هنا بشكل صغيح اللي هو النوع الثاني اللي احنا بنسميه اكسب ليسل والنوع الثاني بقى ده عشان تشتغل به هو ليه اكتر من طريقة اكتر من سينتاكس احد السينتاكس اللي احنا ممكن نكتب بيها عاملية الكونفرجن او الكاستنج بشكل بنسميها السي طايب كونفرجن او السي طايب كاستنج قاية الاسم بتاعها السي طايب كاستنج وده بيتعامل ازاي بتيجي قبل داتا او قبل الفاريابول او قبل القيم اللي انت عايز تعملها عملية تحويل وتعمل قبلها قصين بالشكل ده ثم داخل قصين تكتب اسم او نوع الداتا طيب اللي انت عايز تحول اليه انا كان عندي عايز احاولها الى انتجر فجيت قبلها عملت قصين بالشكل ده وكتبت جواها انتجر هل ده الشكل اللي قدامي ده هيمنع او هيمنع الفقد في البيانات لا احنا ما قلناش ان هو هيمنع هو كده كده تحويل من الكبير للصغير الريدي لازم لو الكبير ده كان رقم اكبر من الصغير يقدر يستحمله فانت لازم تقع في مشكلة فقد البيانات ولكن الشكل اللي قدامك ده انا بس بعلمه لك او بعرفه لك عشان تبقى انت فاهم ازاي انت ممكن تعمله لان في حالات هتضطر انك تكتبه باديك وفي نفس الوقت تكون فاهم ان اغلب لغات البرمجة التانية هتجبرك انك تعمل حاجة بالشكل اللي قدامك ده عشان يبقى انت بتعمل علمية التحويل على مسئوليتك انت فقط لا غير وبونان عليه عشان تفهم اخر جوزية اتكلمنا فيها بتاعة والإكس بلس بشكل واضح وصريح ولكن في لغة تانية غير لغة فعلى فرض مسلا دي بالنسبة لنا هي سي شارب انا عامل فيها بالشكل اللي قدامك ده ومعرف هنا قديمي النوع انتجر بتسارو قيمة ايه اللي حصل قدامك هنا اللي فصل ان انت عايز تعمل عملية من الرقم الكبير الى الرقم الصغير وزي ما قلتلك اني دي في لغات برمجة تانية على سبيل المثال قدامك دلوقتي سي شارب ايرفض الموضوع ده ميديك هنا حتى علامة بالاحمر هنا لو انت وقفت عليها هتليه بيقولك انا مش عارف اعمل من الدبل للانتجر انت لازم تعمل الكلام ده بشكل يعني بشكل صريح وكمان بيسألك وانت هنا ناسي عملية اللي هي العملية يعني بشكل صريح تاني الكلام ده حصل ليه لان زي ما قلنا ان اللي هي الغبني اللي بيعملها لك محبة من عنده بيعملها في الحاجة فقط لغير والسيف صيد معناها انه بحول او انت عايز تحول من الصغير للكبير تحط الصغير في الكبير مرنديش ادنى مشكلة اعمل لك الموضوع ده ولكن انت عايز بقى تعمل عكس عايز تعمل تحويل من الكبير للصغير فالكمبيلر لانه خواف وخايف يقع في مشكلة فقد البيانات فهو بيرمي عليك الموضوع اللي فيه مخاطر بيقول لك لأ انا هنا خايف اعمل عملية التحويل فلو انت حاسس كشخص بقى لو انت متأكد انه الرقم اللي انت عايز تعمله التحويل هو ينفع بالفعل من ضبل يتحول الانتجر ومش هيحصل فقد بيانات فانت اكتب لي الكلام ده بنفسك بناءا عنه بقى منا كاتب هنا عملية بالشكل اللي قدامك ده بقول له انتجر يعني يعني حول الانتجر لي على متعكد ان الرقم اللي فيها صغير فلو تحول الانتجر مش هيعمل اي مشكلة يبقى الشكل اللي قدامك ده هو الشكل الانتجر وهيمشي معاك عادي بدون اي مشاكل ولكن انت فاهم ان في عملية فقد بيانات او ارثماتي كوفر فلو ممكن تقع فيها خلينا بقى نتكلم على امثلة واشكال تانية محتاجين نعمل فيها عملية ونكتب فيها التحويل بادينا بشكل واضح وصريح لان الكمبيلر بيفشل انه يعني للحاجة اللي في حيانك على فرض ان انت عايز تقسم خمسة على اتنين بالشكل ده انت عارف رياضيا ان خمسة على اتنين بتساوي اتنين ونصف ولكن لما تيجي تعمل عملية تنفيذ للكلام ده فتلاقي ان الناتج بيساوي اتنين فقط لا غير اشو معنى الكلام ده حصل؟ اشو معنى لان العملية الحسابية هي بتكون من اكتر من داتا طيب مع بعض فالكمبيلر في طريقة تنفيذه الناتج بتاعي بيساوي اكبر داتا طيب تم ذكره في المعدلة انا عندي هنا كام داتا طيب تم ذكره عندي واحد هو انتجر والتاني كمان انتجر اكبر نوع فيهم هو انا واحد بس اسمه انتجر فبناءا عليه انه الناتج بتاعي كمان هيكون بيساوي انتجر خمسة على الاتنين هي اتنو ونصف النص ده بيتشال خالص اكنه كسور مهاش اي علاقة بالنسباري مش مهم بالنسباري وهركز فقط لغير مع القيمة الصحيحة اللي بتساوي الاتنين فزي ما انت شفت ان خمسة على الاتنين بتساوي اتنين طب لو انت بقى في المثال بتاعك او في البرنامي بتاعك لأ ده انت عايز الناتج يطلع في هيئة كسور فتعمل الكلام ده ازاي؟ يبقى انت محتاج تجبر الكمبيلر وتفهمه انك محتاج الناتج ده في الشكل بتاع الكسور افهمه الكلام ده ازاي؟ افهمه بناءا على معرفتي للطعبة اللي تقالت من شوية الا وهي العملية الحسابية فيها اكتر من data type فالناتج بيساوي اكبر data type تم ذكره فانا دلوقتي عايز ان اكبر data type يتم ذكره يكون من نوع double فاعمل الكلام ده ازاي؟ هعمل عملية تحويل للخمسة او للاتنين مش لازم حاول الاتنين مع بعض لأي رقم فيهم بس فقط لغير يكفي فتقدر الخمسة مثلا هنا تقول دي من نوع double يبا انت بدأ عملت الـ C type conversion او الـ C type costing بالشكل اللي قدامك ده اللي بيقول فيه الكمبيلر بعد اذنك اسمن الخمسة اللي بقت من نوع double على الاتنين طب الكمبيلر يفهم المعادلة دي ازاي؟ قادي رقمين الاتنين دي من نوع integer والخمسة هو فهم انه هي من نوع double نوع double ونوع integer يبقى الناتج بيساوي النوع الكبير اللي هو النوع double فبناءا عليه لما تيجي تعمل تنفيذ للكلام ده هتلاقي ان الناتج بتاعك بيساوي اثنين ونص في الحالة الاولى اللي كانت خمسة على الاتنين بتساوي اثنين الناتج او الsize بيساوي اربعة بايت لانه من نوع integer ولكن في الحالة اللي قدامك دي الناتج بتاعك وبيساوي double يعني متخزن في تمانية بايت فلو انت خزنت الكلام ده يتخزن في double عادي جدا بدون اي مشاكل اللي انا اخد بقى مثال كده هو tricky شوية ونشوف الناتج بتاعنا هيكون شغال ازاي او ايه اللي يحصل فيه انا فيها عندي double كزا متغير d0 وd1 وd2 وd3 d0 بالنسبة لك هي فيها خمسة ال d1 هي فيها بعادلة بتساوي خمسة على الاتنين وال d2 هي برضو الخمسة على الاتنين بس الخمسة دي كانت من نوع double وانا دلوقتي عايز اعرض كل القيم اللي قدامنا دي بالشكل اللي قدامك دا ونشوف الناتج بيساوي تاني اول حاجة بالنسبة لك ال d1 هتعرض كامل فبل ما تقول ان خمسة على الاتنين بتساوي تنو نص فهتترجم تنو نص لان ده بالنسبة لي من نوع double لأ stop هنا واستنى شوية واعمل processing بشكل لوجيك شوية زي اللي الكمبيلر بيعمل الكمبيلر مش هيعمل قصية منت على طول بيعمل process للجزئية دي process يعني ايه يعني بيحل المعادلة الحسابية ودي معادلة حسابية فيها انتجر على انتجر يبقى الناتج بتاع الاتنين دول بيساوي انتجر فخمسة على الاتنين بالنسبة لي هي اتنين ونص ولكن عشان هو انتجر وانتجر فالناتج بيساوي انتجر معناها ان دي وان هتخزن اتنين فقط لغة الدي تو بالنسبة لي الدي تو انت بتقسم double على انتجر فالناتج بيساوي double اللي هي اتنين ونص نفس الكلام الدي ثري انت بتقسم انتجر على double فاكبر data طيب هو double فالناتج بيساوي اتنين ونص طيب والدي زيرو على اتنين اللي احنا كاتبينها بشكل صريح هنا ال double بالنسبة لي او الدي زيرو بالنسبة لي انت كاتب فيها خمسة بس الخمسة دي من نوع double فمعناها ان الدي زيرو على الاتنين هي متشافأك انها عاملة زي دي بالزبط. اللي هي الخمسة اللي من اقضابل على الاتنين. فهيتضع لك هنا اتنين ونصف. فاصبح ان الناتج بتاعك دي بس اللي بتساوي اتنين. وكل القيم اللي بقية دي بالنسبة لك هي بتساوي اللي اتنين ونصف. بالشكل اللي قدامك ده اول واحدة بس هي الاتنين. والبقين كلهم بالاتنين ونصف. نتكلم بقى لتركاية تانية الا وهي التحويل من الاي داتا طيب تانية. على سبيل المسال مسلا الانتجر. او ان انت عايز من الانتجر ترجع وتحول الى السترينج تاني. الكلام ده بيتعمل ازاي? هل بيتعمل بنفس الشكل بتاع التاستنج? لأ. الاجابة لأ. لان هو مش داتا طيب صريح هو مش بريمتف داتا طيب. هو داتا طيب احنا اللي عامينه بشكل اللي بيكون لها معينة هي اللي مسؤولة عن عاملية التحويل له. والفونكشنز دي هي موجودة في بتاعة على سبيل المسال لو انت عايز تحول من الانتجر. فبنستخدم الفونكشن اللي اسمها س تو اي. اللي هي سترينج تو انتجر. دي بتستقبل مني ايه الفونكشن دي? بتستقبل اللي انت عايز تحوله. فانا ده في واحد اتنين تلاتة. بسطها للفونكشن اللي اسمها س تو اي. والناتج ده خزنته في انتنال. بحيس لما اجي اطبع النمبر اللي قدامي ده. وازود عليه واحد. فخلاصه واصبح ان هو شايف النمبر ده كرقم انتجر. فلما يزود عليه واحد بدل ما هي واحد اتنين تلاتة. فمفترض ان ده هيطبع لك واحد اتنين اربعة. لفس الكلام لو انت عايز بقى ترجع للعكس عندك مسلا قيمة او انتجر او اي ان كان. وعايز تحولها لسترينج. فعندك فانشن تانية اسمها تو اندرسكور سترينج. وهتاخد منك هنا الفاليو اللي انت عايز تحولها هي ده لسترينج. لما نيجي نعمل حاجة بالمنظر اللي قدامك ده. نتحول لسترينج ونخزنها في بي اي ستي ار ثم نعرض الكلام ده. فهيعرض لك نفس الشكل اللي قدامك ده. ولكن هو شايفها في هيئة. لما تيجي تعمل تنفيز الكلام ده. فنفس اللي احنا قلناه بالزبط هو اللي موجود هنا. ادي اول واحدة الواحد اتنين تلاتة بقت واحد اتنين اربعة. وادي الرقم التاني اللي كان مكتوب هنا. نفس الكلام برضو معروض قدامك بنفس الشكل ولكن هو متشاف اك انه